خلينا نبدأ على طول بنشاط رئيس عبد الفتح السيسي الحقيقة له عدة نشاطات هذا الأسبوع أخبار هامة جداً هنبدأ بملف متعلق بأبرز ما حدث بالنسبة لنشاطات رئيس خليوني أقول لحضراتكم طبعاً أنه فيه علاقات هامة وخصوصية جداً بتجمعنا بإطارة في الخليجي تحديداً البحريني رئيس السيسي أكد كلام ده وأكد خصوصية العلاقات المصرية البحرينية الممتدة عبر عقود من تعاون المثمر والتنصيق الوثيق بين البلدين أشار كمان إلى استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية خلال استقبال رئيس السيسي لوزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني استعرض آخر تطورات الأوضاع الإقلامية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد الرئيس ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري والحقيقة النودية أصبحت استراتيجية وعقيدة مصرية دائمة وهو ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري في اجتماع تاني الرئيس أيضا كان خلال متابعته لتطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري واللي بيستهدف ألف قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج حياة كريمة بالفعل تم إنجاز المرحلة الأولى ودخلين على المرحلة التانية معظم هذه القرى في الوجه الإبلي تقريبا مرحلة الأولى كانت كلها وجه إبلي في بعض القرى في الوجه البحري ولكن معظمها في الوجه الإبلي تحديدا في مبادرة حياة كريمة في الإطار ده وجه الرئيس السيسي بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم مالوش علاقة فقط بالبنية التحتية والسقف والمية مع أن دي مرافق والكهرباء طبعا دي مرافق أساسية مفروطة بمبودة إن شاء الله في كل ربوع مصر ولكن الحقيقة أنه المهم كمان في هذه المبادرة هي بناء الإنسان المصري هي بناء الطفل المصري هي الحرص أنه يكون نخرج من هذه القرية يكون عند كل مواطن مصري شغلانة أو يكون كل طفل إن شاء الله في المدرسة ده المنظور الشامل اللي بيتكلم عنه رئيس خلال تطويرهم أو تطوير مبادرة حياة كريمة للريف المصري خلونا نتابع هذا التقرير استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور عبداللطيف الزياني وزير الخارجية البحرين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة وزير الخارجية البحريني إلى القاهرة طالبا سيادته نقل تحياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى ومشيرا إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية والممتدة عبر عقود من التعاون المثمر والتنسيق الوثيق بين البلدين وهو ما تجسد في التوافق في وجهة النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه قضايا وأزمات المنطقة المختلفة والدعم المتبادل لمواقف الدولتين الشقيقتين داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية مؤكدا سيادته في هذا السياق على استمرار الدعم المصري للبحرين في كافة مواقفها السياسية من جانبه أعرب الدكتور عبداللطيف الزياني عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس ناقلا للسيد الرئيس تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى ومؤكدا الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعظم فيها التحديات وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعيدة كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك حيث أكد السيد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري مشيدا سيادته بالدور المهم الذي تقوم به دولة البحرين وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية بينما ثمن وزير خارجية البحرين دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قمان بالعبي المشترك